اهلا بكم في فيديو جديد وكل ما تشوف فيديو لي هتقولي هل من مزيد وانا عشان بحبك هقولك اكيد فيلمنا بيبدأ في عصور مقابل التاريخ ودي ايب ودي عائلتها عائلة كرود وقيب وعائلتها معظم حياتهم عايشينها في كهف وده لان المكان برا خطر جدا عليهم ومليان وحش مفترسة وقيب وعائلتها تقريبا اخر عائلة موجودة في المكان واللي خلاهم عايشين طول الفترة دي هو ان والد ايب كان قوي جدا وكان دايما عنده قانون ان اي شيء جديد يعتبر خطر واهم قانون عنده عدم الخروج من الكهف بالليل بيبدأ يوم عائلة كرود بيجراج والد ايب وهو بيفتح الكهف وبيجري زي المجنون وبيخوف الكلاب الموجودة برا الكهف وتخرج وراءها على طول ايب وهي مليانة نشاط وحيوية ومبسوطة انها خرجت من الكهف وبعدها بتطلع ساندي وتكون اختها الصغيرة وتحسها طفلة مسعورة ومامتها بتخرج وراهم وباباهم بيزعق لهم عشان انهم المفروض يستنوا اشارة منه وبعدين يخرجوا وبنسمع صوت من جوا الكهف بيقول انه مستنى الاشارة عشان يخرج فابوي يقول له اخرج لكن الولد كان غبي جدا وقال له لازم تعمل الاشارة عشان يتأكد ان انت ابوي جاد عياء فابو بيستعوض ربنا في خلفته وبيقف على رجلة واحدة وبيعمل صوت غريب ببقه كده ودي زي ما تقولي الاشارة اللي ما بينهم والله هلما بقيت عارف مين اللعبت فيهم بالزبط وبعد ما عمله الاشارة طلع ابنه من الكهف بيجري ويخطط ممتهم على بلدتها اخر فرد في العيلة ويفرح جراج انها لم تردت وافتكارها ماتت اخيرا انه اخيرا انه خلص منها لكن العجوزة خرجت من الكهف وهي بتضحك وبتقول له انها لستعيشة وقعدة على قلبه وبكده تكون اكتملت عائلة كرود وبيصرخ كرود بصوت عالي ويقول تشكيلة الفطار ويلا رجالة عندنا طلعة وبتبدع مغامرة قيلة كرود في مهمة الحصول على الطعام ويجروا لحد ما بيوصلوا لطائر غريب بقرنين ويحاولوا يسرق البيضة بتاعته ويعملوا قرعب الست العجوزة على مين اللي هينفز المهمة وبيلعبوا بيها مالك وكتابة بس بطريقتهم واللي كان نتيجتها ان العجوزة بتنزل زرع باصل على الارض والودي العبيد ده هو اللي بيفوز وهو اللي هيسرق البيضة اللي في نفس الوقت مجموعة من الكلاب بتحاول تسرقها وأول ما بيتشتت انتباه الطائر بيستغل سنك الفرصة وبيسرق البيضة وبيحاول يرجع بيها لكن الطائر نطحه وأخذ البيضة وجريه أم جراجد نادع البيت الصغرى المصغرى ده وقالها بس بيشك عليه وبدأت مطاردة جميلة وممتعة ما بين عائلة كرود والطائر والكلاب البرية وكلهم بيحاولوا ياخدوا البيضة لحد ما ايب بتاخدوا البيضة وبتحدفها لابوح لكن أخوها هو بيجري خبط في ديل قط بري عملاك وأول ما شفهم بدأ في مهاجمتهم اتصرف بوهم بسرعة وشف مموس عملاك وشل عيلته وحدفهم على المموس والمموس أول ما شف القط البري حتى يضل في زلونته وقال لك يا فكيك لحد مموس لصخرة كبيرة فيها فتح صغيرة يا توبك تعدي بناء آدم وهب طخ يلبس في الصخرة ويطير كل عائلة كرود من الفتحة وبيقدر ابوهم انه ينخذ البيضة وبيجروا يحتفلوا ويقسموا البيضة على بعض لكن ابوهم ما بيفضلوش حاجة وبيقول لهم مش مهم أنا كالت الاسبوع اللي فائد وأول ما الشمس بتغرب بيجروا يستخبوا جوا الكهف وبتفضل إيه بوقفة لحد ما دوق الشمس بيختفي وقبل ما تنزل سمعة صوت صفارة وفضلت تطلع على أساس أن هي تلاقي أي حاجة جديدة لكن باباها بيطلع من الكهف وينادي عليها وهب فجأة بتظهر القط العملاق تاني وبيهاجم باباها وهو بيحاول تصداله ويقيد بتنزل بسرعة وبيخدها باباها ويدخلوا الكهف ويقدروا يهربوا من الوحش لكنه بيفضل يزعق لها ويتخنقوا مع بعض لأنها مش بتسمع الكلام وبيش بتنفذ القوانين لحد ما امراته بتهديه وبينامه وفي وسط الظلمة بتاع الليل وظلام الكهف بتلاحظ إيه نور من خارج الكهف وبينور جوا الكهف وبتنبهر إيه بالنور ده وبتحاول تمسكه بأيديها وبتفضل تشقلب في الكهف كده ورا النور لحد ما بيوصل لبق أخوها سنج وتفتح بقه مثل البلعة وبتحاول تمسكه بأيديها لكي تجلب النور من جواه لكن النور بيختفي وإيه بتفتح باب الكهف وتخليف القوانين وتخرج بالليل لكي تدور على هذا النور وبتفضل ماشي وراه لحد ما تصل لقمة جبل وهناك بتتبهر باللي شفته لأنها كانت أول مرة تشوف حاجة اسمها نار وكانت نفكرها شمس وفي وسط فرحتها وظهولها من اللي هي شايفة بيظهر وراها خنزير بري لكن إيه قدرت تشوفه وقامت مدياله هب واحدة سوبليكسي كده جابته على الأرض ومسكت صخرة ولسه هتلوشه بيها لقاته بيشير راس الخنزير من على جسمه وبتكتشف أنه إنسان ومن صدمتها صبت الصخرة تقع على رجله ولما حاول يصرخ هجمت عليه مرة واحدة وكتمت بقه عشان أهلها ما يسمعوش صوته لكنها كتها تقتله فلح نفسه وخبطها بعصايا عشان يقدر يتنفس وقال لها إنه هو إنسان زي وزيها لكن هي فضلت تقلب فيه وتفلي كده عشان تتأكد وشافت معاه شامبانزي صغير كده فخافته رجعت لورا وفضل يضربه في بعض شوية لحد ما النار كانت تطفي فقال لها سبينة صلحها تاني لإني بخاف من الظلمة ثابته قيب وبدأ ينفخ بالنار لحد ما شدت تاني وهنا قيب في تكرته بيكلم النار وإن النار بتسمع كلامه وسألته هي دي شمس هلها دي نار وأنا اللي بصناعها راحت مسكة من قفاء وخلت رسه تحت ورجليه فوق وقالت له يلا طلع شوية نار دي الوقت وقامت عصره عصره كده كسرت عظمه وفتكرته مات بس الشامبانزي عمله وينعاش كده والحمد الله فاق وأول ما فاق قال لها إنه هو أحس إن في حد بيقرب منهم وأخذ صدفة وحطها على الأرض عشان يسمع بيها وقام بسرعة وقال لها تعالي معايا المكان هنا خطر ولازم نمشي فهي قالت له أنت هتسيع أنا معرفكش قال لها صح أنا جاي قالت له جاي وبسط له كده وهي مستغربة لإسم قال لها لا أنا جاي إسم مش صفة وأعرفها الحيوان اللي معاه وقال لها ده اسمه بايت طباخ ومتحدث رسمي وساعات بعمله حزام عشان البنطلون بيسسلت مني وبعدين قال لها إن العالم هينتهي قريب وإن الأرض هتبتدي بالاهتزاز وبعد كده هتنشأ نصين وكل حاجة هتوعى فيها وإن كل حاجة هتختفي عشان كده لازم نطلع على أعلى قمة وقال لها إنه هو عارف جبل من الطريق ده وإنه هو فرصتهم الوحيدة إنهم يعيشوا وبيحاول يقنحها إنها هتجي معاه لكن إيه بتقوله إنها مش هتقدر تروح معاه وجاي احترم رغبتها وإدها صدفة وقال لها لو عشت من اللي هيحصل ده انفخي في الصدفة دي وأنا هجي لك وهي بتاخدها ولسه هتشكره لأيته اختفى وفجأة بتلف وراها لقيت أبوها في ظهرها وتتخدم إنه ولسه هتشرح له ظهر القط الأمراء فاتحركوا بسرعة واستخبوا ولما طلع النهار رجعوا الكهف وبدأت إيه بتحكي لهم على اللي حصل معها وهي متحمسة ووريت لهم الصدفة اللي هو ادها لها لسه هتنفخ فيها هاجموا على الصدفة كلهم وكسروها ميت حتى وهي زائلت منهم ولسه هيتخنقوا مرة واحدة الأرض تهزت من تحتهم وبدأ يحصل شوقه في الأرض ويبقيت لهم إنه هو قال لها إن هذا اللي هيحصل بسرعة قاعدوا يجروا على الكهف وبدأ الإنهيار يزيد وقبل ما يوصلوا الكهف بثانية واحدة وققت صخرة كبيرة على الكهف دمرته كله لكن عندما الكهف تدمر لقوا وراع علم واسع وملئان خضرة وأشجار وتيور ومرة واحدة لقوا الوحش البرده بيهجم عليهم تاني فاضطروا يجري ناحية الوادي تاني ونطوا من فوق التلة ووقوا على الأرض باباهم قال لهم إنهم محتاجين كهف جديد وبدأوا في استكشاف المكان لحد ما لقوا شوية قروض زراف مسكوا جروج وددوا حتة علقة وكمان العجوزة من فرحتها كانت بتضرب معاهم ومرة واحدة القروض خافت وطلعت تجري ولما جروج بيبصوا هرابي يلاقي نمر وإملاق بيحاول يهجمهم وحب يعمل فيها بطل وحدفوا بصخرة لكن نمر بكل سهولة قدر يمسكها مفاجأة مش كده وجروا بسرعة وحبوا يهربوا منه وتعلقوا فرجني كائن كبير ومحدش تسألني إيه الكائن ده لإن أنا بصراحة مش عارفه المهم خدهم وجر بيهم برا الغابة وأول ما خرجوا وقعوا من عليه وشافوا كهفه وراحوا يستخبوا فيه بس لما دخلوا اكتشفوا أنهم جوا حوت كبير والحوت طيارهم من خور من الفراسه ده وطلع يجري أولله زي ما بقول لكم كده طلع ليه أربع رجول وخط بعض وطلع يجري بس النمر طلع لسه وراهم لكن مرة واحدة النمر هو كمان خاف وجري فجروج فرح وقال إنه خايف من الضلمة لكنه ما يعرفش إنه هرب من اللي بيخوف أكتر من الضلمة وبعد ما الشمس اختفت والزلام انتشر بدأت تظهر طيور لونها أحمر وطرت وجمعت وعملت سربي كبير فاكرين الحوت اللي كان بيجري من شوية أيوة أبا أربع رجول ده حجموا عليه ووكلوا كله وما سابوش منه غير العظم وقبل ما توصل الطيور ليهم جري يتقيب على أرض جاموسة وكسرته وقعدت تنفخ فيه على أساس أن جاي يسمعها ويقدر ينقذها وفعلا زهر جاي وأول ما شافها وشاف الطيور جري عليها بسرعة وإيد اللي يوصل لها قبل الطيور ونجح يولع نار ويخوفهم بيها لكن أهل إيب لما شافوا النار في إيده وجريوا عليه وكانوا خايفين منه وهو كمان كان خايف منهم لأنه ما يعرفش أنه هم أهلها وكان بيقول لها احترسي منهم دور رجال الكهف وطلع خانجر من معايا وحاول يقتلهم لكن إيب قالت له أنهم أهلها وعرفتهم على بعض ولما شافوا النار افتكروها شمس وأبو إيب عمل في جاي زي ما إيب عملت معاه في الزب لحد ما أقوم عليه ومع فرحة قالت كروت بالنار وجه لهم بيها فضلوا يجروا بيها في كل مكان والنار مسكت فيهم وولعت في المكان ولما جاي فاق وشاف المنظر ده حاول يهرب منهم لكن إيب مسكته وبتقنع بوها أنه يفضل معاهم لأنهم ممكن ما يلاقوش كهف وهيحتاجوه علشان يشعل لهم نار بينتهز جاي الفرصة وبيعرض عليهم أنهم يروحوا معاه للأرض العالية باتجاه الجبل لكن جروك بيرفض وبيحط في جزع شجرة وبيمشي بيه في الاتجاه الثاني عشان يسرع البيضة لكن عندما وصل لقى الطائر شارس جدا وهجم عليهم وفضل يطرده وكمان انتصر عليهم وأخذ البيضة منهم فما كانش قدامهم غير أنهم يستادوا عقرة ويأكلوه لكن ده مكانش كافي والعجوزة مسكت في رجلة سنكة وقعدت تعضعت فيها وكلهم حاولوا يسلكوا وجاي استغل الفرصة وحاول يهرب تاني لكن إيب برضو مسكته وهو قال لها أنه يستاد وأنها لو سبيته سيخليها تساعد في الصيد ونجح أن هو استاد الطائر وكمان شاوهولهم عن نار فضلت العيلة تاكل فيه لحد ما سابوش منه أي حاجة وجاي حكى لهم قصة لحد ما نامه وسحه يكمل طريقهم من قمة باتجاه الجبل وبعد ما وسكه في جاي بدأ هو يتولى القيادة لحد ما وصلوا لأرض كبيرة شبه المتاهة وجاي ادق كل واحد فيهم صادفها علشان لو حصلوا المشكلة ينفخ فيها ويعرفوا مكانه وتحرك كل واحد منهم في طريق وسانك وهو في الطريق قابل كائد كده شبه التمسح والكلب في نفس الوقت وتصاحب عليه وسامة دوجلس وقرر يأخدوا معاه ويقدر كلهم يوصلوا لنهاية الطريق وكملوا طريقهم ولما جي معادي النوم جي خدهم وطلعوا ينوم فوق الشجرة علشان يرتاح وكلهم طلعوا معاه لأنهم طبعا مبهورين بأفكاره وبقى يطمنوا في وجوده أكتر وتاني يوم وصلوا عند الجبل وفجأة سموا صوت هزة أرضية وأخدهم جراج بسرعة لأقرب كهفه علشان يستخبه لكن إب رفضت تدخل الكهف تاني وقررت أن هي تكمل طريقها مع جي لكن باباها اتضايق وفضل يجري ورا جي لحد ما وعف بركة أطرام ودي مادة لازجة وكل محركتك بتزيد فيها بتصحبك لجوه أكتر وفضل جي ينبه على جراج أنه ما يتحركش لكن البيئيد بين عدم براس كلب وجي قدر يقنعه أنه يثبت ويبطل حركة وقال له أن المادة دي مفيش حد بيخرج منها وأن عيلته كلها ماتت بسبب البركة دي والأول مرة يتأثر بكلام جي وبعد حوار دراميا بينهم جراج قال له نحن دلوقتي محتاجين فكرة من أفكارك تطلعنا من الموقف ده وخصوصا بعد ما سمع صوت النمر الأملاق وهو بيقرب منهم وجي جات له فكرة وأمر بلت أنه ينفزها وهي أنه يعمل أنسى نمر وبدأوا يقلطوا صوتها علشان يجذبوا النمر ليهم ووصل النمر فعلا ليهم ونجحت خطوتهم وسحبهم من البركة في نفس الوقت كانت الانهيارات تزيدوا وتقرب عليهم وتضمر كل شيء في السكة وجروا بسرعة في تجاه الشمس لحد ما وصلوا للقمة وقابلت له أنه كان عندك حق لكن للأسف قبل ما يعدوا حصل انهيار كبير وعمل فاصل كبير ما بينهم وبين الجهة الثانية وكلهم رجعوا الوراء علشان يستخبوا لكن غيراج المرة دي قرر أنه لا يرجع للضلمة ثاني وقال أننا لازم نكمل وقرر أنه سيحضفهم بقوة علشان يقدروا يوصلوا للجهة الثانية وبدأ يحضفهم واحد ورد تاني لحد ما جاءت دورة على إيب اللي لم يكنتش عايزة تسيبه لأنها عارفة أنه مش هيقدر يعدي بعدهم وكمان عشان كانت نفسها تقوله كلام كتير وهو أخذها في حضنه وقالها أنه هو بيحبها وفي آخر لحظة قبل ما الأرض تنهار قدر يحضفها للجهة الثانية بأمان وبعد ما وصلت إيب الأرض اللي في الجهة الثانية اتدمرت كلها لكن جراج أغرزت البقاء عنده اشتغلت وفدل يجري ويهرب لحد ما لقى كهفه ودخله حاول يولع ناره ونجح فعلا وفرح أنه عارف يولعها لكنه افتكر أنه كده هيفتقد عيلته للأبد فبدأ يرسمه على صخرة كبيرة ويتخيل حياتهم في الجهة الثانية عاملة ازاي لكن بما أنه فقرة حصلت هزة أرضية ووقعت الشعلة منه والطفق ولما حاول ينفخ فيها علشان يولعها تاني لقى النمر معايا وخايف أكثر منه وينفخ معايا علشان يلحقوا الشعلة ويولعوها تاني وهنا بتجروا فكرة وفرح جدا أنه بدأ يفكر ويهتمد على نفسه ورح جاب هيكل عزمي بتاعه حد كبير وغطاهه بمادة وبدأ يتحرك زي المجنون ويطلع أصوات غريبة علشان يقدر يجزب الطيور الحمرى ليه وأخذ النمر وفدل يجري اتجاه الهايكل والطيور كلها بتجري وراه لحد ما وصل له وقدر يؤير لعشعلة كبيرة لما وصل علشان يحمي نفسه بيها من الطيور ولما الطيور وصلت لازعت في الهايكل وطارت بيه ورفعته الفوق وقدر جراج بالشعلة يوجهه من شماله يمين في نفس الوقت اللي كانت بتنهار فيه الأرض كلها لكن في طريقه شاف دوجلاس الكلب بتاع ابنه فقرر يرجع يجيبه وبعد ما جابه لأحيوانات كتير في طريقه فساعدهم وأخذهم كلهم معاه هو والنمر وفجأة الجهة التانية ناحية الشمس بعد ما كانت العيلة فقدت الأمل في نجاته سمعوا صوته لكنه ما كانوش سمعين هو بيقول ايه في الوقت اللي كان هو بيصرخ فيهم ويقولهم يبعدوا من قدامه وعلشان الناس يخترع فرامي وبيفرحوا برجوعوا ليهم جدا وبكده تكون عيلة كرود وجي نيكح انه هما يوصلوا البكرة ويعيشوا حياتهم جنب الشمس ويتمتعوا بحياتهم في أمان وسط حيواناتهم الأليفة مدام وصلت نهاية فيلميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعيلة في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول بقى